حسن الإنسان بسيط بدأ المقال من المسرح صح ممكن بديت في المسرح القامعي بس كان فيه قبله مشاركات في المسرح المدرسي بس كنت وصلها وقت الفعالية وهرب ليش؟ مش عارف يعني كن الفكرة أنه أبي ماش يخلي ناش كده كانت الفكرة أبي لا ما بيخلكش الوالد يعني الله يرحمه فقلست فترة طويلة يعني ورغم أنه بالأخير الموضوع كان قوي جبروت الوالد لا ماذا مسألة جبروت؟ كنت شايفة أنه الموضوع هذا لنفسك في حاجة ثانية لها مرة ورحت وشارك في فعالية واستأذنت منه ووافق والفترة كلها ونضيعاء شفت لو كنت تكلمت من ساعتها ما كنت حركت الفعاليات له مشكلتنا لأنه في ساعات ما تفهمش الإنسان اللي يكبر منك الإنسان اللي يكبر منك بدأت أبوه وصارت خبرة سنين يحاول يوصلها لك حتى بكلمة بس هنا شوية عنيدين ليش لا؟ لا من غير لا أخذ بالكلمة الله يرحم الله يرحمه يا رب آمين يا رب احكي لي لما دخلت الدراما أول ما دخلت الدراما إيش كان شعورك؟ فأول لقاء لك مع الكاميرا الله يعني كان بالنسبة لي هو موضوع حلم أنك توصل للدراما يعني ما كانش كان صعب أنك تعرف الفترة اللي بدينا فيها بديت تقريبا من 2002 اللي هو المسرح الجامعي وتعرفت على أخي ورفيق دربي صراعا لقافي فكان الموضوع أنه صعب أنه حد يوصل للفترة هذه بدت أنك تجي من محافظة ثانية وتأخذ مكان مع ذلك إلا الآن أتذكر أول أول وقفة مع الكاميرا كنت تسعامل معها بالبداية من الخوف كأنها كاميرا فوتوغراف وقف كده أكشن وأنا أدك جابس أكشن أقول أيها تقول الغللي بعده بالعكس كانت لحظات جميلة جدا نتذكرها إلى الآن بالذات أنك وقفت فيها رهبة نعم رهبة ومع أستاذ أستاذ فلاح الجبوري أعطي له تحية وكل لعبه هو بخير ومن العيدين السالمين إن شاء الله إن شاء الله يا رب يستاهل أستاذ فلاح نعم تحية والله تحية مننا ومن الضيوف ومن طاقم البرنامج للأستاذ الكبير فلاح الجبوري العظيم والله ترجمة نانسي قنقر شكرا